السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي اعمل اول مشروع سبرينج بوت من خلال سبرينج انشيلايزر. يلا بدنا ندخل على البحث بتاعنا ونبحث عن سبرينج بوت انشيلايزر. هيجاب لنا اكتر من مكان. انا محتاج ستار دوت سبرينج دوت اي او انشيلايزر. عندنا الانترفيس الخاصة بسبرينج بوت انشيلايزر. ده اسرع وسيلة تعمل بها مايكرو سيرفز باستخدام سبرينج. فيالله بدنا نفهم الانترفيس دي بتتكون من ايه بالزبط. اول حاجة عندنا خيانة في حاجة اسمها اللي هي اللي انت بتضيفها في بتاعك. محتاج حاجة تهندلها. محتاج حاجة تضيف وتحط وتسهل عليك التعامل مع او المستخدمة. في خيانة دي بتحدد نوع انت بتستخدم على اساس ده على حسب المشروع اللي انت تشغل عليك. ثانيا عندنا اللغة المستخدمة في المشروع بتاعك. انت بتستخدم في المشروع بتاعك عن هي اللغة. جافا كوتلين او جروفي. ثالسا عندنا جوز بتاع سبرينج بوت وده بيحدد النسخة المستخدمة او احدث نسخة موجودة في سبرينج في الوقت الحالي. عمدنا تلاتة نقطة تلاتة في المستقبل ممكن تتغير. في عندك اهم حاجة هنا بتحط كل التفاصيل الخاصة بالسيرفيس بتاعتك. لان ده هيبقى برا عن سيرفيس مستقلة بذاتها. الخانة الاخيرة اللي هي من هنا بتضيف كل التفاصيل الخاصة بالمكتبات المستخدمة في المشروع بتاعك. يلا بنا نعمل مشروع مع بعض. اول حاجة نبدأ بها نختار بتاعتنا. انا اسيب كل حاجة انا اسستخدم زي ما هو. واللغة المستخدمة هتبقى جافا. وعندنا الاصدارة الاخيرة تلاتة تلاتة في المستقبل ممكن تستخدم احدث واحدة. نفهم كواس جدا المشروع او الميتا دات الخاصة بالمشروع لان دي مهمة جدا. انت طبعا هتشتغل مايكرو سيرفيس. مايكرو سيرفيس معناها ان انت هتقسم مشروعك لسيرفيس صغيرة. يعني كل خدمة مستقلة بذاتها. لكن انت محتاج يبقى عندك الاب بتاع كل السيرفيس اللي هو بيكون الشركة او المشروع. افتراضيا ان الجروب دوت يبقى مسلا واسم الشركة بتاعتك هتقولها مسلا ماي كامباني. ادي ده ماي كامباني افتراضية. اللي هو معناها السيرفيس دي بتعمل ايه? المخصوص دي بالاخص اللي احنا نعملها. مسلا نسميها ادرس. دي هتبقى عبارة عن ادرس سيرفيس وجوه مايكرو سيرفيس خاصة مسلا بيوزر. واسم الارتفاكت ادرس ممكن تخليها كبيرة. ده مجرد شرح. وعندك الدسكريبشن ده بس بيشرح ده بيعمل. اقول مسلا ده. ادرس سيرفيس فور ماي كامباني. انت بتضيف اي على حسب فعلا السيرفيس بتعمليه. هتلاحز عندك حاجة اسمها الباكيج نيم. كوم ماي كامباني ادرس. في المستقبل لما تعمل سيرفيس تانية هتستخدم نفس الجروب بس هتغير الارتفاكت نيم. لان بعد كده دول هيبقوا جوه مشروع كبير. فدلوقت احنا عندنا الارتفاكت. وبعد كده بتختار نوع اللي انت في الاخر المشروع بتاعك بشكله عامل ازاي? احنا هنعمل هنسيبه زي ما هو لان احنا في اللي بيوفرها في سبرينج بوت هيبقى عندك موجود جوه المشروع بتاعك. بتختارها لو انت عندك خارجي وانت بتعمل للمشروع بتاعك جوه ده. اصدارة الجافا يفضل تستخدم احدث حاجة مستقرة لو انت شغال في مشروع جديد. طبعا بيختلف الموضوع لو انت في مشروع قديم وليموت طلبات خاصة. فكل حاجة سبناها بايدفولت غيرنا بس الميتادات. هنجي نختار. احنا هنعمل مشروع صغير وسريع هيبقى عبارة عن. فادي دست على. لو انت عارف بتبحس عنها مباشرة. لو انت مش عارفها بتدور بتبدأ تدور في الخنات ديت على وبتبدأ تقرأ تفاصيل اللي موجودة قدامي. دي حاجة اسمها ستارتر. الستارتر اللي موجود هنا معناه ان انت لو اخترت ويب فده معناه ان ويب ده هيبقى جوه مجموعة من الخاصة بالويب. فدي ميزة سبرينج بوت وتكلمنا عنها في حلقة ايه هو? يا ريت ترجعها. فهنكمل على اساسها. هنختار سبرينج ويب اللي هو هيطلع لنا حاجة اسمها علشان في المستحب اللي بيعندنا كل بتطلع او والريست دوت بيتواصل مع باقي التاني. اختارنا دي. كل حاجة تمام مجهزة. هنعمل للمشروع بتاعنا. وده يحمل لنا ملف هنفتح الملف. ادي الملف بتاعي. هعمل له سريع. انا باستخدوهم مش تفري. انا باستخدم حاجة اسمها ومن هنا بعمل هيظهر لي الادرس نفسه هنا. نفتح باستخدام ده واضح بشر. انا باستخدم دلوقتي بتاعي هيبدأ. انا مش محتاج كل الحاجات دي. اقدر انزلهم لتحت. بتاعي ظهر. لو انت عندك زهر بالشكل الكلاسيك ده تمام. ولكن انت عندك من هنا تقدر تتحكم في شكل الانترفيس. لما تعمل هيظهر معاك الانترفيس الجديد بتاع النسخة الحديثة. ننزل انترفيس تحسوا انه شبه اندرويد كده. فازهر معاك اهو الانترفيس ده. مش عاقبك مش مستريح له. وعايز سير جعل القديم. من هنا مرة تاني. وهيظهر لك ايه بتاعك. اما الحمل. انا في الخلافية صح? شكل جامد. المهم. عندك المشروع بتاعك فيه حاجات ممكن تلغيها. اللي هي مثلا الميفن رابر. انت مش محتاج الميفن رابر ده في حاجة. فبالتالي ممكن تمسح المكونات بتاعته ميفن 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 سي ام دي. وعمل لها انت مش محتاجها لان انت عندك الميفن في بلوجين ميفن موجود. وانت ممكن تشغل من خلال الميفن اللي موجودة عندك في الابليكيشن نفسه. دلوقتي عندنا عادي المشروع بتاعنا دوت ايديا. ده خاص بي اللي انت بتشتغل عليه. دوت اجنور ده خاص بجيت هاب. هنتكلم عنه في المستقبل. لو ما تعرفش حاجة عن جوت هاب او عايز تعرف اكتر. يريد تبص على الحاليات الخاصة بجيت هاب الموجودة في القناة. بشكل سريع المشروع بيكو من السورس عندك المين والتست. من المين عندك ملف الجافا. الايبراي. اه هيفتح معاك. وهنعمل بتاعنا. الابليكيشن هيشتغل وهنشوف ان كل حاجة شغالة ولا في عندي مشاكل. عندي كل حاجة بدأت تمام. اتلاحز كل دوت عبارة عن لوج انفو. مش اي مشكلة. وعندك ادي ادريس واخد وقت اقدي ايه في الستارت. وعندك ادي نفسه اللي هو يشتغل. لكن دلوقتي انا ملاحز انا عندي بس توم كات. وعايزين نجرب هل فعل الابليكيشن شغالي ولا ده واحمي من هنا. بشكل سريع هنخش على براوزر جديد وهنعمل ونختار تمانية تمانية. همسح انا دي مش محتاجها. وانتر. ظهرت لي الخانة بتاعت ده تمام لان انا ما عنديش اي مابنج ما عنديش اي كنترولر ما عنديش اي حاجة في المشروع لسه. فان شاء الله الحلقة اللي جاية هنضيف اول كنترولر لمشروعنا. فخليك مستعد للحلقات اللي جاية ونشوفك على خير. سلام يا كبير.